عن سرقة الامانات الضريبية الحكم على نور زهير بالسجن عشر سنوات اصدرت محكمة جنايات الكرخ اليوم الاثنين حكما بالسجن عشر سنوات بحق المتهم بسرقة الامانات الضريبية نور زهير وست سنوات بحق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وثلاث سنوات بحق رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري وذكرت المحكمة في بيانة محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد تحسم دعاوى الامانات الضريبية حيث حسمت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد الدعاوى الخاصة بجريمة ما يعرف الامانات الضريبية بصدور احكام بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن ست سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري اشتركوا في القناة